نعود وبكل الترحيب لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارب بجامعة الأزهر وأنا قلت مدخل مولانا محتاج في الشرح هي مسألة مشروعية الحرب مشروعية الجهاد ضد من يخرق معايا معاهدة ضد من يحاول استلاء على أرضي ويدفع على عرضي ديني إلى آخر أولاً الأصل الآية 72 في صورة الأنفال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر معروف أن بعد سلح الحديبية أو دخلت خزاعة في حلف الإسلام رسالة السلام هو في المسجد جاءه عمر بن سالم الخزاعي وقال له قصيدة ختمها ببيت يعني أنهم قتلون ركعاً سجادة قال أنه صرت عمر بن سالم فالرسالة السلام عبأ الجيش واتجه إلى مكة لكن هنرعي بعد أحد الناس أخذته الحمية ولا داعي تذكر اسمه لأن من الصحابة والصحابة كلهم لهم الاحترام وإحسان الظن رضي الله عنه وأجمعين فقال ها اليوم يوم الملحمة يعني يوم بقى الدم للركب فسيدنا علي رضي الله عنه أرضاه تنبه فقال للرسول مش لقدر الله لا نميم ولا ده هو بيقول له كعمل إرشادي لأنه إحنا في موقف دمك فالرسالة السلام قال له بحكمة إنزع الراية منه واتفعها لابنه لقائل هذه العبارة ليفاية توعيد لأن الصحابة أليس عيدها اليوم تزل فيه قريش وتستباح فيه الحرمات إلى آخر يعني يعني عبارة تهديد فالرسالة السلام قال يا علي نادي في الناس اليوم يوم المرحمة اليوم تصان فيه الحرمات اليوم تعز فيه قريش دخول مكة الله سبحانه وتعالى أباح ذلك للرسول ساعة واحدة فقط وعادت حرمتها كما كانت ساعة والقتل كان عدد بسيط وخليل جدا إراقة الدماء وطبعا أنت عارف العفو العام اللي أصدره النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم على أبي سيدنا عبد الله عليه السلام قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تسريب عليكم أنا أنبه فيما بقى من وقت أن الأخلاقيات الإسلامية ينبغي أن يلتزم بها المسلمون في جهاد الدفع أمر آخر بس مبطن مصائر الشعوب والدول لا تعرف لا المخاطرة ولا المقامرة ولا التهور يعني إذا كنا بنتكلم عن حرب أو عن جهاد مشروع جهاد الدفع أيوة لكن التهييج والتحريض وعدم عمل حسابات معينة لا يعني مثلا نحن لنا في السيرة النبوية الأسوى والخدوة يعني مثلا إيه لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصر في بدر بعض الشباب الذين لم يحضروا معركة بدر ولا النصر في بدر لما جات أحداث معركة أحد كان من رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج ولكن هؤلاء الشباب أخذتهم الحمية وضغطوا بالتعبير للعسكري المعاصر والرسول على السلام ذهب إلى أحد طبعا الجيش كان لسه منهك لأن أنت يعني جاي من معركة بدر وكان معركة فيها شد نفسي كثير لأن كان ما فيش تكافؤ في القوة العددية ما بين المسلمين وما بين قريش ولا حتى في العتاد طبعا لما الرسول على السلام طلع ده على الأقل يكون درس لكل حاكم أو قائد أو إلى آخره فالرسول على السلام يعني بعد ما قابله بلاء حسنا لكن الكفة كانت في غير صارح المسلمين هنا ده بناخد منه العبر والعزاط العبر والعزاط إيه هو أن ربنا يوفق المسلمين ونحسن الظن بحكام المسلمين وحكام العرب كل واحد طبعا له إمكاناته ومقدراته وظروفه ومؤسساته المعنية أنا هنا ضد التهييج وضد التهور وضد أن الناس تخوض أشياء أو تحرد على أشياء لأن بكرر مصالح ومصائر الشعوب والدول ليست بالمخاطرة ولا المقامرة ولا التهور ولكن نحن سنبسل كمسلمين وعرب في المحافل الدولية ومما أتينا الجهود لإقرار السلم وأنا بنبه العالم أقول أن قطاع غزة ده أرض محتلة شرعا وقانونا ودستورا قطاع غزة في فلسطين المحتلة الآن هو من 1967 طبعا إلى الآن أرض محتلة تنطبق عليه المواثق الدولية من جهة عدم إزاء المدنيين خلاص وعدم استخدام أسلاحة الضمار الشامل وعدم إزاء الأسرة ووجوب احترام المدنيين نسأل الله العلي العظيم الأمن والأمان والسلم والسلام وأن يرزق الجميع نور العلم وبصيرة الفه اللهم أمين ألف 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 شكر لك مولانا ونورتنا طبعا كمجرة العادة وأسهمت في إنارة العقول ربنا خليك لنا مولانا كل شكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أخيرا وختاما قبل ما يدخل الكريم رمزي كل اللي قدر أقوله لك الوضع الراهن ووضع شديد التأزم ووضع شديد الحرج وشديد المفصلية وشديد الدقة أنت بتتابع التحركات المصرية وأظن أنت بتتابع كويس جدا شايف الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله آمين من اليوم الأول لا مش من اليوم الأول من اليوم الأول في 2014 وحتى هذه اللحظة بيعمل إيه لأجل نصرة القضية العربية كل اللي قدر أقوله له أحسنوا الظن برئيسكم آمين أحسنوا الظن بزعيمكم نعم بقائدكم أحسنوا الظن برجل وقف أمام العالم لأجلكم أحسنوا الظن برجل كان مستعدا للتضحية بحياته وكل شيء لأجل أمانكم